نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021 وقام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أوضحت أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021 مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم الطالب للمستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة